السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة اعرفك معلومة مهمة جدا وهي المعلومة اللي انت مهمة جدا قبل ما تشتري العصفيق لازم تعرف الاول عن العصفيق تعال معي انا اعرفه بقى ايه هي المعلومة واحد لازم الاول قبل ما تشتري العصفيق تكون عارف ازاي تعرف اتذكر من النتاية وده انا عامله في فيديو اصيبه لك في علامة الطقاء او اصيبه لك في الوصفة مهمة جدا قبل ما تشتري العصفيق تعرف اتذكر من النتاية عشان ما ينضحكش عليه لان اغلى الناس اللي بتخش في تربية العصفيق بينضحك عليها لان التجار يعني اكتر التجار ما بيعرفكش ده اذكر ولا انت بيقول لك ده اذكر وانت يبقوا لسه الشباب او لسه الزغاليه وانت بتاخد منه سكة ما بتكونش عارف فانا انا اعرفه اصيب لك فيديو تخش عليه وتشوفه لو انت عايز تشوفه ازاي تعرف اتذكر من النتاية في العصفيق ده لازم تعرف اول حاجة في العصفيق تمام؟ عشان ما تدخش ده لازم تحديد انت عايز تربية عصفير ايه؟ عصفير كوكتيل او عصفير باطجي او ايه؟ لو انت عايزه عشان ما تعمل مشروع فالكوكتيل حلو في المشروع والكوكتيل صعب في الفرخ وكده ومحتاج حد محترف ماشي بس الكوكتيل حلو يعني بينبع بفلو تمام؟ الباطجي برضو فيه فيه مستويات فيه بتتبع بفلو بس الباطجي يعني اه العادي مش شغال جدي كده تمام؟ نجي بقى الآن للحاجة اللي انت لازم قبل ما تشتري العصفيق تعمل اللي انت شوف بقا لازم تكون عارف ان العصفير بتاعته تتحط في مكاء نكون مناسب ليهم او يكون اماء هتقول لي ازاي؟ انا اقول لك يعني البلاكون لو بينزلها فرق بلاش العصفير بلاش العصفير تتحط في البلاكون طب احطها فممكن تحطها مثلا في الصالة بتاعت الشجاة او تحطها في مكان تحطها في عيشة في الصد تمام؟ در انت لع تعمل مشروع لكن ما تحطها اش في القوضة انت بتنام فيها لان العصفير غلق العصفير غلط على الانسان لو انت عطيتها في المكان اللي انت بتنام فيه غلط عليه تمام؟ نيه بقى الحاجة اللي لازم تختار القفص ما تختارش القفص الصغير العصفير البودجي لازم اي او اي عصفية تتربف قفص كبير لانه يسبب مشاكل للعصفير وهي احنا لا غنى عنه يعني احنا غنى عن المشاكل دي فبنرس الجفز البيضاوي ونجيبه غفص اه؟ ماشي ماشي هتجيب بقى العصفير تمام؟ وعرفت ازاي تذكر من المتاعي كده انت بقى ضامن ان انت مش هنضحك عليك تمام؟ لان انت عطيتها على بتاع العصفير هتشوف العصفير العصفير وقفه كده وبتاكل وبالعبه ويبقى العصفير دي تمام ماشي لكن لو رأيته كاشش او حمدان لا ما تجيبش العصفير كاشش او حمدان يبقى العصفير كده تعباء ماشي لازم برضه اللي انت يعني اول بقى ما تجيب العصفير بتاعته بتعرف اللي انت عتشمس العصفوق لو انت يعني مشغول تشمسه مرة في الأسبوع ماشي طبعا العصفير ما ينفعش يتساب الجفز كده وانت بتشمسه الوحد وكده في البلكونة كده مكشوف او لو انت في مكان عالي على الصوت لان العصفير فيه تيور جرحت زي الصجر والبومة وزي الغراء والفرام برضه دي برضه لو شفت العصفير الوحدة بسهل عليها اللي اتخش القفز وتاكل العصفير فانت تكون اه اعرف الخطوات دي طب ماشي جبنا العصفير اعطينا العصفير في البلكونة او اعطيناها في مكان اعطيك تغطي القفز بتاع العصفير في الشتاء وترجح تكش في الغفا لا ما ينفع طب اعطيك تغطي القفز من الهوى والبرد وتسيب فتحة بس يتنفسه منها واللي هي مكانها الباب دي لكن تشيل الغطا وتحط الغطا ده يجيب برد العصفير ويسبب الموت للعصف فنعملوا ايه بقى نتجنبوا الحتة دي كما طبعا لو فيه ناس بقى لو يعني العصفور تعب عندها هيقولك مضاد الحيوي او مش عارف ايه مضاد الحيوي ده لدرورة الكزوة لكن مضاد الحيوي اعمال على بطاق غلق ولازم برضو تغير المياه كل يوم مع الاكل والاكل مهم جدا يا جماع الاكل لما تحط الاكل للعصفير فانت بتبقى بتيجي تبصي تاني يوم تراجي الاكلة فيها برضو اكل واغلبا ما بيكونش فيها اكل اغالبا يعني ما بيكونش فيها لان ده بقى ايه وانت مفكر اللي ده اكل والعصفير بقى تفضل مساعدة لحد ما تسايف وتمو الاكلة تبصي فيها كده وتنفق الاكل اللي فيها او تقبلها لو عندك مضافة ايه تحط الاكل فيها وتحط الاكل جديد مع الاكل تماشي عرفنا ديه تمضيف درج العصفير اللي هو الدرج اللي بعمله في الفضلات ده يتغير اول بو تمضيف عش الفروق ده مهم جدا يا جماع تمام؟ تمام تحطي العصفير المهمة وانت بتشتري العصفير تجيب مع القفز البياضة وتجيب الصدف او الحبارة اللي بتحطي العصفير ده الموجودة في الفيديو وراء ده تجيب لك اثنين اضع العصافير منها لأنها مهمة جدا للعصافيق وبالنسبة لهم كالسا لكي مشاكل الريش وضعف العزام تجيب الصدق المحارة لتعلى العصافير تأكل منه هذه هي الحاجة التي لا تستطيع لفظ العصافيق مثلا العش فيه فضلات لأنه يجيب فاش ويملى البيت كله فاش تنظف للعصافير أول بأول لازم تتابع العصافير لأنك لو شاهدت العصافير تأكلهم مياه وتسيبه وتماشي لازم تتابع العصافير هل لوم فضلاتها عاملة إزاي لأن لو فيه حاجة عليه ماشي أعراض مثلا لمرض بدري تعرفه وتلحاج لكن لو انت سيبته كده فيفضل يزيد المرض وصعب عليك اللي انت تعالج المرض فحاول اللي انت تتابع العصافير باستمرارك لو انت بقى جبت العصافير وحطتها عنده ومنتظر اللي هم يبيضوا فلازم تجحز الحاجات دي هتقول لي ايه هي الحاجات دي اولا فحاول اللي انت تتابع العصافير في مكان يكون عالي عن المكان عن الارض مثلا بشوية ويكون المكان اللي هتحط في العصافير يكون مكان ما يكونش فيه دوجة ولا يكون فيه قلق ولا يكون فيه أطفال كل شوية تفتح القفص وكده وتبص على العصافير وكده وانت برضو ما ينفعش تبص على العصافير كل شوية لان العصافير لو ملاقيتش الامام في المكان اللي هي فيه او الهدوء فمش عطبي هتقول لي ايه تاني اقول لك برضو فيه حاجة كمان ممكن تسبب ان العصافير تاكل الزغليل بتاعتها او تاكل بعضيه وهي ايه 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 انك برضو كل شوية تفتح القفص على العصافير وهم مطلعيه فده غلق فلازم قبل ما تشتري العصافير تعرف المعلومات دي يتعلم او حاول تشوف فيديوهاتي ايه مهاش قبل ما تشتري العصافير وتدفع فلوه لازم تتعلم القفص تماما لان انت لما تعلمت هتخسر هتخسر فيه حاجات ودور و هتتعلم بالفلوه يعني انت هتتعلم باكل شوية تروح تشتري عصفوه ده دكا تروح تغيره دنتاية تروح تغيره وحواه لا انت لازم ان تعرف الاول ضكل من النتاع وتعرف المعلومات اللي هي تضر العصافير تماما عشان تبدأ العصافير وما تساقش منها بسرعة بس كده ما تنساش تباني اكيد افيدك سلام ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة